الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعمير معرفة يقدم في حق الاقتصاد الكلي مبادئ الاقتصاد الكلي مثال كامل على نموذج تحديد الدخل الكلي ارجو ان يكون فيه الفائدة العظمى لكافة احبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وخاصة في جائحة خلال جائحة الكورونا التي عزلتنا عن بعضنا البعض وعلى بركة الله نبدأ الآن تذكرون احبتي بان نموذج تحديد الدخل الكلي وعندما نتحدث عن مثال كامل ما يعني باننا الآن سنتعامل مع متساوية الدخل بشكلها الكامل هذه الآن ما يسمى متساوية الدخل الكلي هنا الآن why هي عبارة عن الدخل الكلي هذا الدخل الكلي بدوره يعتمد على مجموعة من المتغيرات الكلية نبدأ بمتغير الاستهلاك اللي هو الانفاق الاستهلاكي الكلي على السلع المعمرة وغير المعمرة يضاف إليه الآن الانفاق على السلع الرأسمالي من قبل المستثمرين هذا ما يسمى بالانفاق الاستثماري يضاف إليها الآن إلى هذه الانفاقات الانفاق الحكومي على السلع العامة والخدمات العامة كذلك الأمر ويضاف إليها صافي الميزان التجاري اللي هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات هذه قيمة المستوردات هنا الآن إذن الدخل الكلية هنا يساوي مجموعة المتغيرات الكلية الانفاق الاستهلاكي زائد الانفاق الاستثماري زائد الانفاق الحكومي الآن منضيف إليه قيمة الصادرات نطرح منه قيمة المستوردات هذه أول الآن يعني متساوية نتعامل معها لكن دالت الاستهلاك بدورها لأننا نتحدث الآن عن متساوية كمثال كامل فإن الاستهلاك يعتمد على ما يسمى بالدخل المتاح هذا هو الدخل المتاح اللي هو الدخل الكلي مطروح منه قيمة الضرائب فالدخل المتاح الآن طبعا أو دالت الاستهلاك تساوي ايه هو الانفاق الاستهلاكي المستقل عن قيمة الدخل بمعنى آخر أن ايه الآن مهما كان مستوى الدخل فإن هناك كمية استهلاك مقدارها ايه بحدها الأدنى يضاف إلها الآن ما يسمى بالانفاق الاستهلاكي المحفز أو the induced consumption اللي هو حاصل ضرب المي للحد الاستهلاك مضروب في الدخل المتاح هنا وتساوي بالحالة ايه ستبقى ايه اللي هو انفاق الاستهلاكي المستقل أو ما يسمى بالautonomous consumption حد الكفاة مضروب بالinduced consumption لكن induced consumption يعتمد على الدخل المتاح اللي هو الفرق بين الدخل الإجمالي مطوح منه الضرائب وبدورها الضرائب هنا تعتمد على دالة شكلها دالة الآن هذه الدالة اللي هي هذا التحصيلات أو حصيلة الضرائب الكلي T تتشكل أو تتكوم جزءين جزء ثابت مهما كان مستوى الدخل فإن الحكومة تجبي ضرائب حتى تقوم بأعمالها بحدها الأدنى يضاف إلها ما يسمى بالinduced taxes هذا الآن induced taxes يتكون من ما يسمى بالميل الحدي للفضل الضرائب T small t مضروب بالدخل الإجمالي إذن هاي induced taxes أو الضرائب المحفزة تعريفها كما يلي الآن T الصغيرة هاي T تساوي نعدلها T تساوي التغير في الضرائب الكلية مقسم على التغير في الدخل الكلي أو ما يسمى marginal tax rate الميل الحدي للفضل الضرائب أو معدل الضرائب الحدي نكمل على بركة الله الآن نموذي استهداد الدخل سنفترض بعض الأشياء البسيطة هنا كما يلي الآن سنفترض بأن الانفاق الاستثماري هو كمية مستقلة على المستوى الدخل وهي كمية ثابتة على الرغم من الحياة العملية بأن الاستثمارات تعتمد على كثير المتغيرات منها على الأقل سعر الفائدة أو معدل العائد المتوقع لكن في هذا مستوى مبادئ اقتصاد كل سنفترض بأن I ثابتة وأن الانفاق الحكومي على الرغم أنه يعتمد على متغيرات ثانية لكن سنفترض بأن كمية ثابتة G ساب A أقل عن مستوى الدخل المتغيرات الله من نحل النموذج الآن نريد أن نصل إلى حل هذا النموذج ليس معقدا بالتفكير البسيط ذكرنا بأن Y هو الدخل الكلي يعتمد عن هذا الرسيل إنفاق الاستهلاكي على السلع المعملة وغير المعملة من قبل المستهلكين وهذا إنفاق الاستكامري على السلع الرأسمالية وهنا الانفاق الحكومي على السلع العامة وهنا الصادرات مطروح منها المستوردات الآن سنعوض عن C بقيمة الدال وعن M بقيمة الدال سنعوض عن C هنا وعن M هنا بصيغتها الدالية صيغت الاقتران هذا الذي فعلناه الآن Y ستبقى كما هي Y تساوي الآن بدل C وضعنا شكل الدال لـ A زائد هذه A الآن أو دعني أضحها في خط ثاني لون ثاني حتى نميزها هذه A مضروف الـ MPC مضروف الدخل المتاح هذا هو الدخل الإجمالي مطروح منه الضرائب زائد I تبقى كما هي زائد G تبقى كما هي X تبقى كما هي بدل M الآن وضعنا صيغة الاقتران أو دالة المستوردات وسنعوض عن T بعد قليل بدالة الضرائب كما يلي الآن تبقى كما هي MPC يبقى كما هي لكن Y الآن تبقى كما هي لكن مطروح ليس فقط تيل كبيرة الآن ما يسمى بالـ Autonomous Tax اللي هو الحد الأدنى من الضرائب مضروب في الـ Induced Taxes اللي هو The Margin Tax Rate مضروب في الدخل هنا فـ Y تبقى كما هي G تبقى كما هي X تبقى كما هي الآن عندما تدخل الإشارة الساري بعد قوس هذا فيصبح كل شيء داخله يعني تنقلب إشارته فهذه الآن منوس M صب A وهنا منوس MPM المارجن مضروب بالدخل كلي نكمل بعد ما الآن دخلنا MPC هذه على القوس هذا تصبح الصيغة كما يلي A زائد MPC في Y لاحظوا لي ناقص MPC في T صب A ناقص MPC في T في Y زائد I زائد G زائد X مانوس M صب A مانوس MPM في Y نكمل هذه آخر الصيغة توصلنا إليها هنا كما ذكرت لكم Y تساوي A زائد MPC في Y مانوس MPC في T صب A مانوس MPC في T في Y زائد I زائد G زائد X مانوس M صب A مانوس MPM The Margin Propensity To Import مضروب في Y الآن سننقل كل شيء في Y هذه فيها Y كل العبارات التي تحتوي على Y وهذه تحتوي على Y وهذه تحتوي على Y سننقلها إلى الطرف الأيسر ما الذي طرف الأيسر يعني هذا هو الطرف الأيسر هنا فما الذي يحدث الآن هذه إشارتها موجبة تصبح سالبة فنزلت هنا سالبة هذه إشارتها سالبة تصبح موجبة هنا هذه إشارتها سالبة تصبح موجبة هنا وبالتالي حصلنا على Y سالب MPC في Y زائد MPC في T في Y زائد M في M في Y تساوي كل الكميات ثابتة على الطرف الأيمن هنا الطرف الأيمن لا يحتوي إلا على كميات ثابتة إذا أخذنا Y عامل مشترك من الطرف الأيسر نحصل على الكمية التالية Y لاحظوا لي Y عامل مشترك يبقى عندي في القوس 1 ناقص MPC زائد MPC في T زائد M يساوي الكميات الثابتة ما يعني الآن بأن الدخل التوازني هو حاصل قسمة الكميات الثابتة هذه كلها على هذه الكمية طبعا لاحظوا لي MPC وهون هنا MPC وهنا MPC أخذناها عامل مشترك فبتكون الصيغة النهائية لدخل التوازني Y ستار تساوي A زائد I زائد G زائد X منس M صب A منس MPC في T نقسم على 1 ناقص MPC فيه افتح قوس 1 ناقص T من غلق قوس يساوي زائد عفوا MPM هذه الآن الدخل التوازني هناك ملاحظة قبل أن نفترض بعض القيم الآن هذه لو تعاملنا فقط مع الدخل الإجمالي لكانت الصيغة الآن C ساوي A Z MPC في Y لكن لأنه الدخل المتاح الذي تعاملنا معه فميل الدال لهذه هذا هو الميل مضروب هنا فيه إشي باختلف عن Y اللي هو Y ناقص T وبالتالي لابد من انتباه بأن ميل الدال سيتأثر بسبب حاصل ضرب MPC في T في Y أرجو أنكم تتذكروا هذه الحقيقة الآن سنفترض لنفترض بأن هذه دالة الاستهلاك هذه A تساوي 20 الميل حد الاستهلاك يساوي 75% أو 3 4 وهذا الدخل التواز عفوا الدخل المتاح disposable income بدورها الآن دالة الضرائب هذه دالة الضرائب تساوي 5 5 وحدات زائد 5% من الدخل يعني الآن هاي T صب A 5 T صب A عفوا هاي T صب A تساوي 5 زائد 5% من الدخل الإجمالي ودالة المستوردات هذه دالة المستوردات تساوي الحد الأدنى 10 زائد 10% من الدخل الإجمالي وسنفترض بأن الاستثمار يساوي 10 وحدات انفاق الحكومي على السرعة العامة يساوي 20 وحدة والصادرات يساوي 30 وحدة إذن بناء على هذه القيم والتعويض مباشرة بالصيغة التي توصلنا إليها قبل قليل بكون الدخل التوازني هذا هو الدخل التوازني يساوي حاصل قسمة هذه القيم 20 زائد 10 زائد 20 زائد 30 سالب 75% في 5 نضرب يلي هي MPC في T A السالب 10 اللي هي M A مقسم على هذه القيمة فبتطلع عندي الجواب قبل النهاية يساوي 66.4 تقسم على 38.5 بالمئة بالمئة وبكون النتيجة تساوي 170.97 أي تقريبا 171 وحدة دخل 171 مليار مليون ترليون باعتمد على الاقتصاد الافتراضي الذي نتعامل معه في هذا المثال البسيط الآن دعنا نمثل يعني بيانيا الدخل الكلي التوازني كما يري الآن على المحور الأفقي هو الآن مستوى الدخل هذا مستوى الدخل على المحور العمودي الآن فيه عند المتغيرات الكلية التالية الكنسومشن اللي هو الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري ونفقات الحكومة والصادرات ومستوردات هذا الآن خط المرجعي الذي يقطع هذا الربع الأول من مستوى الدخل إلى جزئين متساويين يصنع مع الأفق زاوية مقدارها 45 درجة هنا فأول ما نبدأ الدالة الاستهلاك هذه دالة الاستهلاك قبل يعني دالة الاستهلاك اللي هي تعتمد على الكلية بحضول الآن خلنا الضرائب فبتنخفض ينخفض الميل الدالة الآن A هنا هي تبقى كما هي لكن A الآن تعتمد على الدخل المتاح إذا أضفنا إلى C في الدخل المتاح I الآن نحصل على C زائد I لكن طبعا C تعتمد على الدخل المتاح إذا أضفنا G الآن C زائد I زائد G إذا أضبنا الآن X اللي هي الإكسبورت بصير C زائد I زائد G زائد X لاحظوا لي وإذا أضبنا الإمبورت المستوردات فنحصل على هذه الصيغة هنا دعني أغير اللون هذا الآن هذه السهم هنا هذه C زائد I زائد G زائد X مانوس M أما الدخل التوازني الحقيقي بعد ما دخلنا الآن بعد ما دخلنا كل المتغيرات بما فيها المستوردات يصبح الدخل التوازني كما يلي عند هذه النقطة لاحظوا لي هنا لاحظوا لي فهذا الخط بستقيم منتقطع يشير إلى أن الدخل التوازن هو 170.79 تقريبا 171 توزيعات وكانت على الاستهلاك وعلى الاستثمار عن فقات الحكومة وكذا بالضبط هو يساوي 170.79 أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون فيه الفائدة العلمة لكم جميعا شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى رقائنا آخر قريب بإذن الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته